أكد سعالة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن مملكة البحرين تولي مشاريع تطوير البنية التحتية أهمية بالغة بما يواكب التطور العمراني والاستثماري وذلك وفق رؤى وتطلعات جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال زيارة وزير الأشغال التفقدية لأعمال مشروع تطوير شارع الفاتح للاطلاع على آخر مستجدات سير أعمال المشروع ووجه الوزير إلى ضرورة المحافظة على واتيرة الأداف المشروع لضمان إنجازه حسب الخطة الزمنية الموضوع له مع التركيز على عدم التأثير على الحركة المرورية قدر الإمكان أثناء عمليات الإنشاء لحيويات الشارع مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة باشرت مؤخرا أعمال صب الخرسانة لجسر الدوران العكسي الواقع عند مدخل كورنيش الفاتح وعمال الحافر تمهيدا للبدء بأعمال النفق عند ثقاطع مركز الفاتح وأضاف الحواج أن الوزارة قد انتهت من إنشاء جميع أساسات وأعمدة الجسر العلوي للدوران العكسي والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 39% ومن المقرر افتتاحه أمام الحركة المرورية في الربع الأخير من العام الجاري هذا ودعت الوزارة مستخدمي شارع الفاتح إلى التعاون والتقايد بالإشارات المرورية التحذيرية والإرشادية الموجودة في موقع العمل ترجمة نانسي قنقر